العقوبات على باسيل هل تؤثر على تفاهم مرمخايل؟ بعدما كانت العقوبات تركز على رجال أعمال شيعة غدرجت وزارة الخزانة الأمريكية ولأول مرة سياسيين مسيحيين من الصف الأول ففرض عقوبات على النائب جبران باسيل لم يكن مفاجئا لأن هذا السيناريو كان واردا وباسيل نفسه كشف أن تحذيرات عدة وصلت إليه غير أن المستغرب في العقوبات الأخيرة عليه أنها أتت بناء على القانون ماجنسكي المتعلق بمكافحة الفساد واتهامه بهدر الأموال العامة والرشاة في حين تضمنت بيانات العقوبات إشارة إلى العلاقة التي تجمع باسيل مع حزب الله لكن ذلك لم يكن سبب العقوبات بشكل أساسي واعتبرت مصادر سياسية أن خطوة معاقبة باسيل إنما تستهدف عون كونه صاحب التوقيع على اتفاق من خايل مع حزب الله في العام 2006 أما رسالة الأبرز في العقوبات على باسيل فهي لحليفه حزب الله خصوصاً وأن باسيل تحدث عن ضغط أمريكي عليه لفكل ارتباط مع الحزب وعليه سألت المصادر السياسية كيف سيتصرف التيار المرتقالي بعد العقوبات وكيف سيواجه سيد العهد المرحلة لسيما عملية تشكيل الحكومة أما بالنسبة إلى باسيل المعني الأول بالعقوبات التي أعلن أنه سيواجهها بالقانون فسألت المصادر كيف سيواجه عقوبات قضت على مستقبله السياسي وهل يعيد النظر بتفهم مرم خايل بعدما تبين أن البنود التي تتعلق بقيام الدولة لم تطبق وأن حزب الله أخذ ما يناسبه وترك ما لا يناسبه اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر